الاهلي يختتم استعداداته ومحاضرة فنية لمسيماني استعدادة لسموحة خلاص الخبر ده بقى بالنسبة لنا خبر يومي دايما بنقوله نقول ان في محاضرة فنية بيتكلم في ايه طبعا المحاضرة بتختلف كل شوية وبيتكلم فيها عن اما اهم الايجابيات اللي موجودة في النادي الاهلي اهم السلبيات اللي موجودة في الفرق الاخرى ازاي حنقدر نكسب سموحة بكرة ان شاء الله ده طبعا هو بيتكلم مسيماني هو بيتكلم مع اللاعبين بهذا الشكل كل اللاعبين متواجدين هم زي ما حضراتكم شايفين وحيبقى لهم دور كبير اعتقد في مباراة بكرة ان شاء الله ايضا تدريبات بدنية ولكن اقل حد الحقيقة من الفترة السابقة النهاردة بيبقى اليوم اخف شوية الامور بتبقى يعني بكرة عندنا مباراة وعندنا مباراة يعني مهمة الحقيقة في دوري او في كأس رابطة الاندية المحترفة اللي بتقام لأول مرة زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من التمرين بيكون موجوده مجدي افشا وبيكون موجود طاهر ومحمد هاني ورامي وياسر وكل المجموعة اللي حقيقة كابتن وليد سليمان كل المجموعة بتبقى موجودة علشان يختار منها موسماني اللي اختار بالفعل حقيقة هقول لحضراتكم قائمة النادي الاهلي لمباراة سموحة علي لطفي مصطفى شوبير حمزة علاء محمود وحيد محمد اشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وياسر ابراهيم محمد هاني وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة واحمد اشرف وفخري ومحمد مجدي افشا ولويس ميكي سوني واحمد عبدالقادر واحسين الشحات وواليد سليمان وزياد طارق واحمد سيد غريب ومحمد ياسر وبرسي تاو دي قائمة النادي الاهلي لمواجهة النادي سموحة وعايز اقول لحضراتكم برضو ان شمعنا عمار حمدي مش موجود ليه خلينا اقول لحضراتكم لان انا شفت التساؤل ده موجود على سوشيال ميديا عمار حمدي مش موجود لانه في التمرينة النهاردة اتخبر عمار اتخبط لانه انا سمع كلام كتير الحقيقة بتقال لكن ماشي انا النهاردة الحقيقة المزاج حلو فكلنا بنتكلم في دايما الايجابيات عمار النهاردة اتخبط في التمرينة وبالتالي حيحتاج لراحة من يومين او ثلاثة يام او اربعة يام ان شاء الله يعود بالسلامة في المباريات القادمة برضو الجهاز الفني فضل راحته من ميران اليوم هو اتصاب اول مبارح على ان يخضع لفحص جديد بعد مباراة نادي سموح برضو عشان كانت فيه ناس بتسأل عن عمار حمدي انا جاوبت لحضراتكم عن حمدي فتحي وجاوبت لحضراتكم عن الشناوي وجاوبت لحضراتكم عن عمار حمدي